السلام عليكم وإهلا بكم ومع درس جديد من دروس صفة تانية عدد بدرسنا النهاردة بنتكلم عن الوسط الحسابي والوسيط والمنوال الوسط الحسابي والوسيط والمنوال دول اسمهم مقاييس النازع المركزي لو خدت بالك من اسمهم انا باهتم بالمركز بالوسط فمعنا كده انا باتكلم مقاييس النازع المركزي هي الوسط الحسابي الوسيط المنوال تعالي نتعرف على اول حاجة عندنا الوسط الحسابي المجموعة من القيم الوسط الحسابي يعتبر مجموعة القيم على عدد بشوف عندي هنا القيم بجمعهم كلهم بأسامهم عن عداد أما بالنسبة للوسيط فهو القيم التي تتوسطت مجموعة من القيم بعد ترتيب هي أننا عاوز أرتب القيم الأول وطلع القيمة للفنوس المنوال هو القيم الأكثر شيوعنا أكثر القيمة لدينا كررت هي دي المنوال في إيجا عندنا في أول سؤال يقول لنا أوجد الوسط الحسابي للقيم أنت طالب الوسط الحسابي الوسط الحسابي يسلوا مجموعة القيم وقسمة عدادها يبقى كل اللي انا عملته جماعة القيم واسمتها على عددها تعال نشوف الناتج بيسوي كده 3 زائد 5 زائد 17 زائد 18 زائد 7 زائد 11 زائد 2 كل ده بنسم على 7 لان عندي 7 قيم فيكون الناتج عندي بيسوي 9 اذا الوسط الحسابي او المتوسط بيسوي 9 مجموع القيم قسمة عدد ييجي هنا يقول لي اوجد الوسط الحسابي للتوزيع التكراري جايب لي الجدول فيه التوزيع التكراري بالشكل ده كنا قلنا التوزيع التكراري هنا عندي القيم من 10 ل20 من 20 ل30 من 30 ل40 من 40 ل50 من 50 ل60 من 60 ل70 ايوة طب مين القيمة اللي اتكرارت ما عرفش فعشان نقدر نجيب المتوسط كل اللي انا هعمله هجيب مركز المجموعة يعني ايه مركز المجموعة مركز المجموعة اكبر رقم زائد اصغر رقم على اثنين يعني المجموعة دي عندنا من 10 ل20 فهقول له عندنا عشان نجيب مركز المجموعة 10 زائد 20 على اثنين فيكون الناتج عندنا هنا 15 التكرار لها كان اثنين وندرب الاثنين في بعض بيساوي 30 المجموعة اللي بعدها من 20 ل30 20 زائد 30 بيساوي 50 على اثنين 25 بص معي على حاجة تانية بدل ما قد اكرر كل مرة مركز المجموعة انا كل مرة هنا كنت بزود 10 نفس الموضوع زود 10 على مركز المجموعة يبقى عندنا دلوقتي طريقتين عشان نجيب مركز المجموعة اول حاجة نقدر نجيب اول مجموعة واخر مجموعة نجمعهم على بعض نسمع على اثنين وكل مرة نزود فرق المجموعة او مع كل مجموعة نعمل موضوع عشرة زائد 20 على اثنين عشرين زائد 30 على اثنين 30 زائد 40 على اثنين 60 زائد 70 على اثنين تعال نكتب التكرار بعد كده كل اللي انا هعمله هاضرب عندي مركز المجموعة في التكرار 25 في 2 بمتين 35 في 17 595 45 في 23 28 55 في 7 385 ونجمعهم كلهم هنجيب مجموعة عندنا هنا التكرار اللي هو اثنين زائد 8 زائد 17 زائد 23 زائد 7 زائد 3 طلع الناتج عندنا هنا 60 هنجيب مجموع المركز في التكرار 30 زائد 200 زائد 595 1288 385 195 طلع الناتج عندنا 2693 يبقى الوسط الحسابي بيساوي 2693 على 60 يبقى الناتج عندنا باستخدام الحزب هتلاقي 44 48 من 10 تخريبا يبقى الفكرة الاساسية لو جاب لي مجمعه من القيم بجمعه طب لو جاب لي جدول توزيع تكراري كل اللي أنا بعمله بجيب مركز المجموعة واكتب التكرار اضرب مركز المجموعة في التكرار وبعد كده نجمعهم مع بعض اجمع التكرار كله واجمع مركز المجموعة ونقسمهم على بعض الناتج اللي يطلع هو ده الوسط الحسابي الفكرة التانية لو طالب مني الوسيط احنا اتفقنا ان الوسيط هي القيم التي توسط مجموعة من القيم بعد ترتب فمعنى كده لو انا عاوز اجيب هنا الوسيط من الجدول التكراري اول حاجة مطلوبة مني لازم ارتب فيما هرتبهم بالجدول التكراري المتجمع الصاعد او جدول التكراري المتجمع كنا في الجدول التكراري المتجمع الصاعد كنت بكتب الحدود العليا للمجموعة وهنا كنا بنكتب التكرار كنا في الحدود العالية للمجموعات بنكتب أقل منه أقل من 18 أقل من 24 اللي بعدها 30 36 ونكمل الجدو كنا بنبدأ الجدوى للتكرار المتجمع الصالب أقل من 18 إيه القيم اللي أقل من 18 كنا دايما بنبدأ عندنا بالصفر وآخر حاجة عندنا هنا المجموع اللي هو كان 50 بعد كده كنا بنكتب التكرار عندنا هنا في الجمع أول حاجة عندنا عشان نجيب الجدوى للتكرار كنت بقول صفر زي دي 2 بتسوي 2 2 و 4 بتسوي 6 6 و 10 16 زائد 18 بـ 34 زائد 8 42 زائد 6 48 لو زودتها على 2 بتسوي 50 نفس الطريقة اللي كنا بنستخدمها مع الجدوى للتكرار المتجمع الصالب هنستخدمها دي بقى بعد كده تعالى نرسل كلنا بعمله برسل من المحور الرأسي والوفق ونبتدي نكتب المجموعات عندنا اللي هي كانت 18 24 ونكمل الجدوى كانت أكبر قيمة عندنا هنا خمسين نقدر نقول خمسة عشرة خمستاشر ونكمل بعد كده التمنتاشر كانت صفر اللي 24 كانت اتنين بعدها التلاتين كانت ستة ستة وتلاتين ستاشر اللي 42 كانت 34 اللي بعدها 42 اللي بعدها 48 اللي بعدها عندنا خمسين ونرسم عندنا المنحنة بعد ما رسمنا المنحنة كانت أكبر قيمة عندنا خمسين خمسين نصها خمسة وعشرين باجي من عندي الخمسة وعشرين وارسم خط أفقية تقاطع مع الإحداثيات عندنا في نقطة النقطة دي نرسم منها خط رأسي هنلاقيها عندنا هنا ما بين الستة وتلاتين والاتنين واربعين النقطة اللي ما بين الستة وتلاتين والاتنين واربعين اللي هي التسعة وتلاتين لأنها اللي في النص قبل منها بشوية فمعنى كده ان الوسيط تقريبا بيساوي 38 هي تقريبية من الرسمة اللي موجودة عندنا بل فكرة لاسية اما بتكون الجدول تكرر المتجمع الصعب او المتجمع العام بعد كده باجي عندنا من النقطة اللي في الانتصف اللي هي نص المجموع اللي هو كان الخمسين باجي منه وبارسم عندنا هنا خط خط افق يتقطع مع المنحنف نقطة نرسم من النقطة دي خطة عمودي نشوفها يتقطع فين مع المحور النقطة اللي بيتقطع فيها دي هي دي الوسيط اخر فكرة عندنا في درس النهاردة ازاي ان احنا نجيب المنوار فكرة المنوار انا بستخدم عندنا المدرج التكرار بشوف اكبر قيمة قررت فيه لان انا ما عرفش بالزبط انا عندي هنا مجموعة من القيم من 18 ل 24 فما قدرش حدد من 24 ل 30 فعشان كده قلنا هنرسم الاحداثيات ونبدأ نكتب القيم عندنا اكبر قيمة عندنا هنا اللي هي 18 نقدر نقسم الارقام دي 246 وهكذا بعد كده عندنا من 18 لل 24 كانوا اتنين بنرسم عندنا هنا مستطيل بدايته عند ال 18 واخره عند ال 24 بنفس الطريقة من 24 ل 30 اربعة بعدها عندنا هنا عشر اللي بعدها 18 بعدها 8 بعدها 6 بعدها 2 تعال بعد كده نجيب عندنا هنا المنوار عشان نجيب المنوار اطول عمود رسمناه هنجي من اليمين نوصل بالشمال ومن الشمال نوصل باليمين اللي اتنين تقطعوا مع بعض في نقطة النقطة اللي تقطعوا فيها دي نرسم منها هنا عمود هنلاقي يوصل عندنا في نقطة النقطة اللي تقطعوا فيها دي هي دي المنوار خلت بالك هتلاقي عندنا ما بين ال 36 وال 42 في النص تقريبا اللي هيقول لي 39 صح اللي هيقول لي 38 صح يبقى نقدر نقول المنوار بيساوي 38 يبقى الفكرة الاساسية ان احنا اتكلمنا عندنا عن الوسط الحسابي الوسط الحسابي مجموعة القيم قسمة عدد الوسيط القيمة التي تتوسط مجموعة من القيم بعد ترتب المنوار هو القيمة الاكثر تكراري وبكده نكون انتهينا من درس العرضي عربي تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة